وقوي قوي 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 يعني تقدروا تقولوا ان ضيف النهاردة جدع وقصيل وقصلي بسمع صوته بتسيب مفاصلي لو كان له حق حقه ما بيتسبش علشان من يومه ما بيغلبش تسمع غناة تسرح معاه ما تفقش الشهم ابن البلد المجدع فقش يا أمر حبيبي 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 اللي بنوار مفضل ايه يا فقش الأمر ده والنبي ده نمي ده عيالي والنبي ده الليلة ليلة تعيد والنبي ده يعني بص مش عارف أقول لك ايه والنبي سمعني زغروته ووووووووو خلقش عندنا ولا حدش قدنا والله يا بيت يا شوشو كتبتلك تلعة ايه ده أنا مش عارفة يعني خلاص يعني هم ما لبسوا لي وعملوني موزيعة بس اللي موجود أنا بق短?" ما فيش بقى إنسان هتلاقييني كده ايه كده?! قعدمتني حالك لأن أنا قصلا مش بسبدة أن أنا قعدة قدامك فأنا مش عارفة عامل ايه أنا اللي مش بسبدة ان انا هاقدت دائمي لا امش تزد دائمي دائمي والنعمة هاكلة الله يباركي أبوزك لا انا يعني مش قادر يعني هي مادم حسست ان انا من البيت من عندكم لا خلاص يبقى خلاص يبقى انا جي معكم با انتوك انتوك وعيش عندكم اخت شايماء اختك شايماء اه لا والله كده خلاص اه ايه طب اقولي بس ده انا ضربه لك الشاكة الفوشيا يا حبيبتي مودلز مودلز شوف بس يعني هما كذا مودلز في بعض لا امريكا مودلز هناك هناك عندهم كل الحاجات منور يا فوقش والله والله البقى يعني البلد دي من غير تخامة دينفة حبيب انا تخين وعارف تخين اه انت كده تخين امان انا بقى ايه انا اكتر واحد فضل تخين في الحياة لا ده انت عسل الفوش والله العظيم ده انت كما قالك كتاب ربنا باركلك ده انت تتكل اكل ربنا اخليك يعني كنافة بالقشتة اه بقلوة بالعسل مربة بالزبدة اي حاجة مسكرة انا هاعيط ربنا يخليك ربنا يخليك يا فوقش انا اللي مرسين انت شرفتني ونورتني بس ممكن تقولي يا شوشو 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 انا حبي شوشو انت اجمل شوشو في الدنيا اه والله ربنا يخليك والله يا حقيقي بجده انا بحس ان انت حدي من اخواتي هو انت كنت بتفرج علي وانت عارفني اصلا اقسم بالله طبعا عارف جدا اه والله نعم يا اختي يعني متابعني كده مصر والوطر العربي كله يعرفك يا اختي اللي شوشو اه والله طب يا فوقش بقى يعني يعني عايزة ارجع معك كده بقى المراحل انا نفسي اغوز فيها واعرف كده عنك كل حاجة فعايزة ارجع كده وانت اصغنون انت دايما بتغني عن طفولتك فخليمي بقى تهيت انسى والله تهيت يعني يعني بعد تاوي لا بقى هتزعني منك لا يعني عشرين سنة فاتوا اه اه كده بس ممكن اقولي عشرين سنة حاجة اه عايزة اعرف يعني انت كنت نفسي عامل ازاي كده بتغني شقي كان في دماغك حاجة تانية غير الغنى احكيه لي كده بص يا ستي صلي بينا عن نبي عليه افضل الصوت والسلام وغني عبدالحليم حافظ منو انا عندي سبع سنين بحب بعم حليم حافظ حاجات كل الحاجات الحزيرة كنت اميل لها الحاجات الفراحة مكنش شاف لها اي داعي خالص في الحياة اه يعني ايه يعني ايه عيد ميلادي يعني ايه الحاجات دي انا كنت كئيب سنة انا زي بلا داعي بيتي كله مفوش الكآبة اللي انا عايش فيها بس انا عايش في دور فنان وكان لها حد قريبي كان يقولي انت هتطلع فنان اسمه ايه اه دي مرات اخويا اللي ارحمها وكانت عزيزة عليها جدا الله يرحمها يعني احنا بنشكرها انها حست بالنعمة الكبيرة اللي ربنا هيبعتها انها هتبقى مطرب هتبقى مشهور والله منو انا عندي ثمان سنين ما ما شاء الله يعني تسع سنين تب قولي بقى كنت بتشقط البنات بالغنى يعني كنت بتستغل بقى ان انت عندك موهبة دي الحاجة الوحيدة اللي ما عايفش هتعلمها ولو كنت تعلمتها فرقت كتير فرقت كتير معايا انا كنت احب على روحي يعني اللي هو افضل ما هو التركيبة دي يفضل الحب ما اعرفش جول اه وتلاقيه يفضل باصس كده اللي بيحبه والله يتكسف يبص انا كنت بتكسف جده لا انا مبتكسفش انا افضل بصبه انا عاود احب كده بصرمي يعني اروح باصس ايه هيجيلي كم مرة فافضل بصاله ده هو ولا انا ولا ده هو ده انت يا عز يا ختي طب عايزة اعرف بقى كنت زمان بقى عندك في الخناقات بقى وليك في الخناقات كده ولا مسالم يعني بقدر الامكان بعيدت عن موضوع ان انا يعني اه هتحمس ان اخش خناقه مم لاني فعلا ما بحبش حد ما بحبش ما بحبش حد يضربني ولا هتضرب حد يعني مرحلة المراهقة عدت كده بسلام عاب حليم حافظ مفيش ولا خناقه عاب حليم ولا حد يزقلك بطوبة حاب حليم ولا حد يشانكلت لا اتضربت طبعا طب مهدان اللي بقول اه 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 اتضربت يعني يعني حصل ان انا اتضربت مثلا مرتين ويمكن هما دول كانوا محطات كده اللي هو ابعد عن المنطقة طلعا ايه بقى اللي حصل طيب ما عرفش طريقة اتضربت ليه مش فاكرة اه انا عارف طبعا واحدة منهم والتاني طب قلنا اللي انت فاكرة عشان بنت طبعا طب احكي عشان بن طبعا عكستها مش عكستها هو مدهي ان انا بنحبه بعض مين باباها واحد صاحبي بقى صاحبي بعد كده اه 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 منضربك عشان بنت وهو ماله لا بابا انا موصلش موصلش لدرجة باباها دي خالص اه ما انا قلت برد انا قلت الدرجة اول لا ايه وبعدين احنا كل ده في المدارس اه اه يعني ده الحب الاول ده ايه ما انا بتكلم على مرحلة لسه المدرسة واحد كان يعني هو ساكن جنبها فبيحبها جدا هيني وهي معنا في المدرسة فبتحبين انا مش مشكلتي بقى يعني انا عارف هو مفروض يزبط اموره يمكن ربنا يكرمه وتفكر فيه اه فبس استناني فمرة كان كل الفصول في فصحة يعني طلبها في الفصول اه وانا راح الكنتين كالعادة ده مشوار المعتد طبعا ده منطقتنا المفضلة احنا هنروح فيه مكان رايح فين يا فوقش رايح الكنتين اضرب اي حاجة هناك طبا فهم عدي كده وبصلت واحد بقولها كابتن بس انا محسيتش لقيت نفسي طاير او الله الخناعة بقت تانية كان سببها ايه انا قلت اتنين صح اوه هم اربعة بصراحة اوباد ايه فوقك تده اوبسك بصوا والله يعني هاقولك على حاجة اناار خناعة تبدأ الخناعة وابتدي اناسلك اه انما انا اضرب حد ما بعرفش اعمل كدا مش میيهه ما بحبش اعمل كده طب قولي انت يعني عديتت في حياة الناس كتيرة قوي وكان دايما اتقال عنك ان انت وش الخير على أي حد كده بيتدخل في حياته وفيه ناس كتيرة قوي تنبأت لهم بنجاح زي بقى هنيدي ما يعز الدين يعني نجوم كتار جدا كنت أنت الدافع الأوائي فقولي إزاي كده بتحس إن الناس دي عندهم حاجة كبيرة زي زي أي حد أنت ممكن تقيمي بعض الناس دلوقتي من الوسط من صاحبنا من القريبين اللي ما خدش فرص كبيرة اللي ممكن يبقى الناس مش عارفة وممكن أنت يعني تقلك شماء فيه مشروع وانت بطلطو يعني فتبتدي تدور أنت عشان تسندي نفسك تسندي نفسك بناس أنت مؤمنة من جواك إنهم يعرفوا يبقوا قدي دا ويخدموك ويخدموا نفسهم في نفس الوقت وده اللي حصل مش أكتر ولا عملت أزيد من كده الناس دي دخلت معايا بجد هم يستهلوا إنهم يبقوا أهل بداي يعني إنهم عندهم موهبة لداي صح وفعلا وم كلهم كانوا بقوا نجوم دلوقتي طب قول لي حد من الناس اللي انت اكتشفتها أو حد من الناس اللي انت وقفت جنبها صادم اكتشفتها دي بتهلقني والله ليه؟ والله يا ما لا ما ده حقيقي يعني إحنا لو بصينا كده هتلاقي كل مثلا الأعمال أو اللي كانت بطولتك هتلاقي دايما انطلع فيها يعني أحمد حلمي كان بداية معاك هو تعاون هو تعاون ممكن أقولك إن أنا عشان أنا بحب الناس ما بعملش يعني واخد المشروع رحلة حب بيني وبين صحاب اللي جوا الفيلم ببقى مستمتع فلما بجيب عناصر الفيلم بجمع عناصر الفيلم بجمعهم على الحكاية دي مش في دماغي بقى ده هينزي لكسر الدنيا ولا احنا عايزين نقضي وقت جميل إن شاء الله هيطلع حلم فبيطلع دايما حلم عشان نتعامل بحب اه والله حقيقي ودي النصيحة اللي هو أي عد الآن عن نجاح يمشي بالطريقة دي سدقيني في الآخر كله هيطلع مستفيد صح طيب قل لي أولادك كانوا ما شاء الله صغنططين وانت اهتمت بيهم لما بقوا ما شاء الله حلوين كده وبقوا هم كمان قد المسئولية لدرجة ان انت بقيت تشاركهم في بعض حاجات في شغلك وتسألهم ايه بقى زي أي أولاد في مصر ليهم رأيهم وليهم ثقافتهم وليهم رؤيتهم في الأمور أم مواجبين العصر فبيقولك يا بابا دلوقتي حتى لو أنا دماغي لأ بابا في كذا 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 وانا معوده من هم يقولولي أي حاجة صراحة اللي واحدها مش شرطة عمر يعني بيسمع حمائي وبينتي بتسمع كل الناس اللي بتغني كل حد ليه حد يعني اللي هو لايق على مزاجه لايق على تفكيره وغنيب بيبقى ليها حاجة في حياته فما عندهمش هما ما بحسوش ان انا مطرب على فكرة يعني يعني حتة ان انا بالعكس ان انا عارفين ان انا بشتغل في الحكاية ديا وبينصحوني ان انا ممكن ابقى كويس ازاي والله بجد يعني مش عاملين مش مش حاسين ان فيه هلا ان فيه حاجة اه مش عارفين يختاركوها لا سايبهم عادي بتتعامل مع بعض ما بيشوفهاش خالص طب قولي بتسمع منهم بالنسبة قد ايه ومين اكتر حد فيهم يعني اقرب لك كلهم امهتم ان هو يقول لك كلهم هو طبعا يعني الكبير عبد الرحمن واكثرهم اكثرهم كفهما عبد الرحمن يا ليه بسمالة يا ليه لا يعني التلاتة بيفهمهم كل واحدة بقدر سنه يعني بس هو عبد الرحمن في مرحلة نطج اكثر بحكم سنه يعني طب قولي حد فيهم عندهم يقول فنية عبد الرحمن بيدرس اخراج وتمثيل دلوقتي ما شاء الله بس البنات لا خالص ما انت اللي رافض ولا هم اللي شايزين خالص لا 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 ما عندهمش يعني ما عندهمش فيه فنية يعني فيه بنتي بتحب الزاينر هم ألا بس ما لايه بزنس معها فاشونستة يعني زي فاشونستة بالميلة بس انا فاشونستة قوي بسم بلا انتش يكت الدنيا كلها يعني يوختي حقيرا والمصحف انا النار كنت راست هايلة ده انا التقم ده عينهو لك ويحكوه لك واللي ستايلست تدخل عندي القودة تقولي التقم ده هقول لها لا ده الحلقة فقش عدي اي حاجة اللي باش له الا فقش يعني شوف مش قادر اقول لك طلعت كل المزار انا اللي بحييك وهنطلع فاصل ونرجع تاني ولسه فقش الجامد اوي 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 منورنا واستنونا ورجعنا بعد الفاصل ومعي انا محمد فقاد الجامد اوي 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 ودلوقتي يا فقش هنلعب مع بعض اللي عم اسمها كلمة ونص اوكي اسألك سؤال وترد علي بكلمة ونص وبسرعة كلمة ونص بالزبط كلمة ونص وبسرعة مش اتنين يعني لأ هاوزن فين العجلة دي يعني ها كده وممكن عشانك يبقوا اتنين عشانت حبيب طب يلا ايه اكتر حاجة بتحبها فشكلك يعني ايه يا خيتيه ومناخير يا خيتيه وسافل عنين فقشه ومناخيره طيب لو حاجة عايز تغيرها فشكلك تبقى ايه انه خس طب انت خسس جدا اولا خسس وانا طب والله العظيم انت خسس جدا من اول ما عدت لا قعد بص بقى اهم حاجة الكرش ياخد وضعه في الكرش واسمع مني هتقعد شافت بطنك هتبقى قاعد من الدنيا لا انا قاعد كده أبين من انا شافت بطنك لا لأ لا ما قصلا ما فيش بطنك انا مش شافت بطنك أطع نفس يا يا حبيب طب اعمل كده أهلا تاحت لا أنا أموري والله بتعمل على آه إيه ده هو البنش هو اللي عليك ده أنا بلا الحديدي لمن دول أيوة بأه